لا نبتغيه ولا نريده وأن يكون هناك تفاهمات مع الإطار التنسيقي بالتفاهم مع التحالف الثلاثي والمضي في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بكامل عدد أعضاء مجلس النواب أيضاً الإطار التنسيقي هم أخوة لنا ويمتلكون قاعدة جماهيرية وأحزاب سياسية لها جمهورها وشعبيتها في داخل العراق ما نتمناه أن يكون هناك توافق أما موضوع الثلاث المعطل حقيقة لم إلى هذه اللحظة لم نتأكد من الإطار التنسيقي كم هو العدد الذي مع الإطار التنسيقي يعني إذا نريد نحسب الأخوة المستقلين اللي هم عددهم خمسين عضو مجلس نواب مع المية وسبعين ميتين وعشرين عضو مجلس نواب إذن الأخوة في الإطار لا يمتلكون الثلاث المعطل إذا حسبنا المستقلين بكاملهم سوف يحضرون حسب ما ذكر الأخ الدكتور علاء الركابي الذي نأمل أن يكون هناك تفاهم مع كل القوى السياسية بما فيهم الأخوة المستقلين وأن يجلسوا وتكون هناك جلسة حوار ما بين كل الكتل السياسية على مستوى المستقلين وعلى مستوى الإطار التنسيقي وعلى أنتم الآن والسيد الصدر والديمقراط الكردستاني تسمون بالتحالف الثلاثي السيد الصدر قدم الإطار التنسيقي شروط من 13 نقطة اليوم الأخبار اللي وصلتني صارا 14 نقطة أنتم تذاكرتم مع السيد الصدر ومتفقين تماما معه على هذه 13 نقطة على الإطار أن يقبل بها أم هذه هي شروط خاصة فقط بالسيد الصدر لابدا هذه الشروط التي قدمها سماحة السيد مقتدى الصدر إلى الإطار التنسيقي بحضور السيد رئيس مجلس النواب السيد الحلبوسي نعم ورئيس تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر وبحضور الوفد من الإطار وبالتفاهم مع الحزب الديموقراطي الكردستاني تم تسليم هذه النقاط وليس الشروط النقاط لبناء الدولة كما أطلق عليها إلى الأخوة في الإطار التنسيقي من أجل الاطلاع عليها وإضافة ما يتماشى مع المرحلة القادمة هذا فيما يخص النقاط التي قدمها سماحة السيد مقتدى الصدر أما ما أضيف حقيقة لا علم ليبي ذلك الآن الأخبار تقول أنه الإطار طرح على سماحة السيد مقتدى الصدر قال له لسيدنا قضية سحب السلاح من المقاومة أو الميليشيات مرهون جدا بخروج الأجنبي واقترحوا فقرة أن يجمد السلاح تقبلون بهذا التجميد أم ما زلتم عند فكرة يجب أن يسحب السلاح هو موضوع السلاح أولا وأخيرا مرفوض جملة وتفصيلا لأنه يخالف القوانين والقوانين العراقية وحصر السلاح بيد الدولة كل أبناء الشعب العراقي بكل مكونات مصر على أن ينحصر السلاح بيد الدولة أما موضوع التجميد لابد ما بعد التجميد ما هو شي صير هل سيسحب جمدنا سلاح انسحب آخر جندي أجنبي من الأراضي العراقية ما بعد التجميد هل سيسلم السلاح أم يبقى بيد بيد الفصائل هذا راح يصير مثل قضية البوصلة هذا هو السؤال آخر خمس دقائق شوف السلاح وين يرد هذا هو السؤال هذا هو السؤال هذا هو السؤال الذي يجب أن يحدد يحددوا الأخوة في الإطار التنسيقي جماعة الإطار التنسيقيين يحددون هذا السؤال إذا جمد السلاح وخرجت القوات الأجنبية من العراق هل السلاح بعد خروج القوات الأجنبية سيبقى بيد الفصائل أم سيسلم إلى الدولة العراقية الحكومة العراقية هذا ما يجيبنا عليه الإطار من ضمن النقاط الموجودة في الإجابة على النقاط التي سلمها لهم سماحة السيد مقتدى الصدر ترجمة نانسي قنقر